اشتركوا في القناة الموافق الرابع والعشرين من يونيو من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي وننوه أنه سوف يكون لدينا بيانات اقتصادية قوية سوف تصدر خلال اليوم وأهمها مؤشر إيفو لميناخ الأعمال الألماني وسوف يكون لدينا أيضا خبر الفائدة على الجنيل الإسترليني وسوف يكون لدينا على الدولار الأمريكي أيضا معدلات الشكاوى من البطالة هذه أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر ونتوقع أن يحدث تذبذب عالي وقت صدور هذه البيانات وبإمكانكم الإطلاع على الرزنامة الاقتصادية من خلال موقعي الإلكتروني إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إنديكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي يعود مجددا لمحاولة التجميع وأخذ العزم للصعود ومحاولة اختراق مستوى 1992 ولا تزال المحاولات قائمة وإذا نجح المؤشر الدولار باختراق مستوى 92 قد نشاهد قوة الدولار تعاود مجددا أمام سلة العملات وقد نشاهد ارتفاع المؤشر إلى مستويات 93 ولكن شرط اكتساب الإيجابية وتحقيق المزيد من المكاسب للدولار الأمريكي هو اختراق مستوى 92 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار لا يزال يتداول في ظل النطاق السلبي الهابط استمرارية التداولات دون مستوى سعر 1.20 ألف لا يزال يوحي بمزيد من السلبية وبمزيد من الهبوط الذي يستهدف مستوى الواحد فاصلة 18500 إذن أخواني العزاء طوالما أن الأسعار تتداول دون مستويات الواحد فاصلة 20 ألف لا نزال ندعم السيناريو الهابط خلال الساعات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار قد حقق الهدف الذي تحدثنا عنه في التحليل السابق وهو الواحد فاصل أربعون ألف وأيضا التداولات دون مستويات الواحد واربعون ألف لا تزال تضع الزوج في طور المسار السلبي الهابط ونتوقع خلال الساعات القادمة استيناف الهبوط إلى مستويات الواحد فاصلة 39100 وقد نشاهد الأسعار تهوي إلى مستويات الواحد فاصلة 38500 ولكن شرط استمرار السلبية وثبات الأسعار دون مستويات الواحد فاصلة أربعون ألف وأحب أن أنوه وأحذركم لأنه اليوم سوف يكون هناك تذبذب عالي بسبب صدور خبر الفائدة على الجنيه الإسترليني فقد نشاهد التذبذبات العالية والتوسع وارتفاع في فروقات الأسعار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الباونديين الملقب بالمجنون ونلاحظ أن زوج الباونديين يحاول الارتداد والهبوط من منطقة المقاومة المحورية الماثلة عند مستوى سعر 155 حيث أنها مستوى مقاومة قوي جدا قد نشاهد هبوط الأسعار إلى مستويات المائة واربعة وخمسون فاصلة مائة ومن أجل أيضا قد نشاهد من أجل اكتمال نموذج الرأس والكتفين المقلوب الذي يدل على النموذج استمراري صاعد في حال تم اكتماله بشكل صحيح ولكن أخواني العزاء نحن نتحدث من نقاط فنية خلال التداولات اليومية لدينا مستوى المائة وخمسة وخمسون إذا نجحت الأسعار في اختراقه قد يفتح الضوء الأخضر أمام التداولات للانطلاق نحن مستوى مائة وستة وخمسون أما الارتداد من مائة وخمسة وخمسون قد يخلق موجة صحيحية هابطة بالقرب من مستويات مائة واربعة وخمسون ولكن يجب التنويه أنه اليوم لدينا خبر الفائدة على الجنين الاسترالين وقد نشاهد تذبذب عالي على الزوج إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال الزوج يتداول في ظل السيناريو السلبي الهابط يتعرض للمزيد من الضغوط السلبية واستمرارية التداولات دون مستوى صف فاصل ستة وسبعون ألف وستمائة لا يزال يضع الزوج في طور المسار السلبي الهابط الذي ننتظر أهدافه عند مستويات صف فاصل خمسة وسبعون ألف واربعة وسبعون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل ين الياباني ونبارك لكم تحقيق الهدف الأول الماثل عند مستوى سعر 111 وحاليا الأسعار والتداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من الإيجابية وننتظر الأهداف المنتظرة عند مستوى 111.512 خلال التداولات القادمة بإذن الله إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونلاحظ أن زوج الدولار ليرة تركية يحاول التماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وبالمجمل هو لا يزال تداول في ظل المسار الإيجابي الصاعد على اللونغ تيرب وإذا نجحت الأسعار بالتجميع والعودة على مستويات 8.70 فسوف نشاهد المزيد من المكاسب للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية وقد نشاهد الأسعار تستهدف مستوى 8.80 كهدف أولي ومستوى 9 ليرات للدولار الواحد على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين لا تزال أسيرة ومحصورة في ظل القناة العرضية الذي تتداول ضمنها منذ التاسع عشر من مايو السابق ونشاهد أن الأسعار تتأرجح ما بين المقاومة والدعم وما بين دعم ومقاومة خلال التداولات القادمة ونشاهد أخواني العزاء أن التداولات طوال ما هي محصورة في ظل القناة العرضية نتوقع أن القادم قد يكون بشكل مستمر ومتأرجح ما بين الدعم والمقاومة والبيتكوين بالحقيقة تمر في منطقة عصيبة وفي ظروف استثنائية ومن نظرة شخصية أرى أن البيتكوين لها صعود على المدى المتوسط ولكن يشترط انطلاقة البيتكوين مجددا هو اختراق مستوى الحاجز النفسي الماثل عن مستوى 42 ألف دولار خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي وتلبية لرغبة العديد من الأخوة المحترمين الأفاضل الذين طلبوا تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي قمنا بإضافة هذا الزوج إلى فقرة التحليل الفني اليومي ونتحدث عن الريبل الريبل تمر ببعض المشاكل القضائية ولكن هناك بعض الأنباء السارة بخصوص الريبل وبعض الدعم من بعض البنوك وبعض القضاعات المالية للريبل فلدينا من الناحية الفنية مستوى الستون سنت مستوى مهم جدا ويعتبر هو نقطة المحور ونقطة تحول الاتجاه ثبات الأسعار بالتداولات أعلى الستون سنت لا يزال يدعم الريبل ولا يزال يضع الريبل في طور المسار الإيجابي الذي قد نشاهد من خلاله صعود إلى مستويات ثمانون سنت وإلى واحد دولار كأهداف قادمة على المدى المتوسط ولكن شرط حقق السيناريو الإيجابي وتحقيق الأهداف المنتظرة وثبات الأسعار أعلى مستوى الستون سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونلاحظ أن الذهب قد فقد فرصة الصعود مجددا وذلك على إثر ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ومثل ما ذكرنا استمرارية تداولات الذهب دون مستويات الف ثمانمائة وسبعة وعشرون دولار للأنصة الواحدة لا يزال يضع الذهب في طور المسار السلبي الهابط ومثل ما ذكرنا أن مستوى 1765 دولار للأنصة الواحدة يعتبر منطقة دعم قوية جدا وكسر هذا المستوى وهذا الدعم قد يكلف ملك الملاذات الآمنة الكثير وقد يهوي به إلى مستويات 1725 دولار للأنصة الواحدة وقد نشاهد الأسعار تهوي إلى مستوى 1660 دولار للأنصة الواحدة خلال التداولات القادمة إذن أخواني الأعزاء سوف نتابع معكم بإذن الله تعالى من خلال قناة التليجرام ومن خلال خدمة البرودكاست لكل ما هو جديد بخصوص الذهب بإذن الله تعالى إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام لا زال يتداول في ظل النطاق الإيجابي الصعد وقد حقق الهدف الذي تحدثنا عنه في الجلسة السابقة وهو مستوى 74 دولار للبرميل الواحد والتراجع الذي حدثه هو عبارة عن تصحيح لا أقل ولا أكثر وحاليا الأسعار طوالما هي التداول أعلى مستوى 72 دولار للبرميل الواحد لا نزال ننتظر صعود قادم بإذن الله تعالى النفط الخام يستهدف مستوى 74 دولار وال75 دولار بإذن الله تعالى وبشرط الثبات أعلى مستوى 72 دولار للبرميل الواحد إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة قد فشلت بالعودة على نقطة المقاومة الماثلة عند مستوى 26 دولار فاصل 40 سنت واستمرارية التداولات دون مستوى 26 دولار فاصل 40 سنت يوحي بمزيد من السلبية وبمزيد من الخبوط الذي قد تتعرض له الفضة ويهوي بها إلى مستويات 25 دولار و24 دولار ما لم تستطع العودة على مستويات 26 دولار فاصل 40 سنت إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونبارك لكم تحقيق الهدف الماثل عند مستوى 3.40 ونلاحظ أن بعد تحقيق هذا الهدف والذي يعتبر منطقة مقاومة هنوية بدأت الأسعار في التراجع والتصحيح من أجل أخذ العزم للصعود مجددا ومحاولة اختراق مستوى 3.40 ومثل ما ذكرنا الأسعار لا تزال تتداول في ظل المسار الإيجابي الصاعد وثبات الأسعار أعلى مستوى 3.20 لا يزال يضع الغاز الطبيعي في طور الإيجابية وانتظار الأهداف المنتظرة عند مستوى 3.50 و3.60 خلال التداولات القادمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداويونز الصناعي وها هي الأسعار للجلسة الثانية على التوالي لا تزال تقف بالقرب من مستوى المقاومة المحور الماثل عند مستوى 34 ألف والذي يلتحم معه المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يضغط على السعر ونلاحظ أن الأسعار في الجلسة السابقة يوم الأمس بمجرد ملامسة المتوسط المتحرك فشلت في اختراقه وعمل المتوسط على دفع الأسعار إلى الأسفل ومارس المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مهمته كمنطقة مقاومة متحركة وحاليا الأسعار لا تزال تحاول وإذا نجحت اختراق مستوى 34 ألف والثبات أعلىها بقاعدة السلوك السعري سوف نشاهد عودة مؤشر الدو جونز للمنطقة الخضراء والنطاق الإيجابي الصاعد واستهداف مستوى 34 ألف واربعمائة والعودة للقمة التاريخية 35 ألف أما كسر أو الثبات دون مستويات 34 ألف والارتداد منها قد يكلف الدو جونز الكثير ويهوي به إلى مستويات 33 ألف وخمسمية وأيضا إلى مستويات الثلاثة وثلاثون ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الاس بي فايف هندرد ونلاحظ أن الاس بي فايف هندرد لا يزال يتداول بالقرب من منطقة الدعم الماثل عن مستوى 4 ألف مائتين وثلاثون ويحاول إعادة اختبار هذه المقاومة السابقة التي تحولت إلى دعم بعد أن تمكنت الأسعار من اختراقها وإذا نجحت الأسعار بعادة الاختبار لهذا الاختراق بنجاح وثبتت أعلى مستوى أربع ألف ومائتين وثلاثون قد نشاهد انطلاق قادم للأس بي فايف هندرد يستهدف من خلال مستوى أربع ألف ومائتين وثمانون وأربع ألف واربعمية كأهداف متتالية على اللونغ تيرم أما العودة أدنى مستويات أربع ألف ومائتين وثلاثون قد يخلق موجة تصحيحية هابطة قد تهوي بالأسعار إلى مستويات أربع ألف ومائة وخمسون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني واللاحظ أن مؤشر الدكس قد تراجع خلال الجلسة السابقة ويقترب حاليا من منطقة الدعم المحورية الماثلة عن مستوى خمستاش ألف وثلاثمائة وخمسون ومثل ما ذكرنا سابقا ثبات الأسعار أعلى مستوى خمستاش ألف ثلاثمائة وخمسون لا يزال يضع الدكس في طور المسار الإيجابي الصاعد أما كسر مستوى خمستاش ألف وثلاثمائة وخمسون قد يكلف الدكس الكثير وقد يهوي به إلى مستوى الخمستاش ألف واربع عشر ألف وثمانمائة خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أن مؤشر النازدك لا يزال يبلي بلاء حسن ويقترب من تحقيق الهدف الأول المثل عن مستوى سعر أربع عشر ألف واربعمائة وحاليا التداولات بهذا الشكل توحي بمزيد من الصعود ومزيد من الإيجابية ولا تخلو التداولات القادمة من بعض التصحيحات من أجل أخذ العزم للصعود واستمرارية السير في المسار الصاعد والانطلاق نحو مستوى 14 ألف وثمانمائة كهدف رئيسي منتظر خلال الساعات القادمة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات وسوف أضع لكم أخواني العزاء روابط جميع القنوات الخاصة بالأسواق سواء الأمريكية والسعودية وسوق الفوريكس في التعليقات وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله